جاءوا وسجدوا للطفل يسوع قدموا هدايا الهدية الأولى اللي قدموها الذهب والذهب هو هدية الملك فالذهب هو ملك المعادن المسيح ولد ملكا يملك بالحياة على الحياة ليس بالقوة أيضا يملك على قلوب الناس بالحب الهدية الثانية كانت اللبان اللبان هو هدية الكاهن يستخدم في البخور في الهيكل وظيفة الكاهن كما يسمى هو باني قنطرة أو جسر لكي يقرب الإنسان عن طريق الذبايح يقرب الإنسان إلى محضر الله والهدية الثالثة المر هو هدية الإنسان مصيره الموت لتحنيط الأجساد الموتى جاء يسوع المسيح ليموت هذه الحقيقة المهمة المر طبعا بيرمز إلى يسوع النبي المتألم فهو منشوف الوظائف الثلاثة في شخص واحد الملك والكاهن والنبي المتألم فهو الملك الحقيقي الشرعي وهو رئيس كهنتنا الأعظم والكامل وهو أيضا العبد المتألم النبي المتألم الذي يقدم خلاصا للجنس البشري جاء المجوس وسجدوا للطفل يسوع سجدوا بالمحبة سجدوا بالفرح سجدوا بعبادي وسجدوا أحبائي بكل تواضع أمام هذا الطفل يسوع المسيح له كل المجد جاءوا ليقدموا السجود رحلة أخدت يمكن البعض بيعتقد أنه أخدت مسافة أو زمن سنتين لأنه كانوا بيتبعوا النجم سجدوا بالفرح